موضوعين أساسيين اليوم الأول يتعلق بترسيم الحدود والإشكال القانوني الدستوري السياسي اللي مرافقوا إذا نحن بإدخال مدنيين لفريق التفاوض مع الجهة الإسرائيلية عبر وسيط أمم المتحدة ووجود الأمريكي بالتفاوض هو فيه مخالفة للدستور وهل أهم من هيك هو مؤشر للتطبيع وهو خطأ وكانوا الحزب والحركة مبارح أصدروا بيان ليلا بيرفضوا في إدخال مدنيين على أساس خارج عن السائد منذ تفاهم نيسان 1996 بالتفاوض غير المباشر مع الجهة الإسرائيلية باعتقد المشكل كمان كتير معبر لأنه مشكل باعتقد يتخطى الدستور نفسه والقانون نفسه لأنه فيه شيء من الصحة من اللي قاله رئيس الحكومي المستقيل تصريف العمال حسان دياب أنه يجب العودة للحديث بين رئيس الجمهورية والحكومي لتحديد الوفد ولكن النقطة أبعد من هذه يعني بطل إلى كتير قيمة هون لأنه فيه واحد يروح ويجتهي الدستورية أنه مجلس الأعلى للدفاع مع أنه مثل ما أنا بعرفه هذه بدا تأكيد أنه وقتها عم نشتغل على ترسيم حدود قد تحتاج إلى قانون وهيك بيقول الدستور هون جايب الدستور لأنه بالتاني جزء من الحديث أحكي عن حديث لحكيم بارح جبران باسيل رئيس تيار وطني الحر عن اقتراحه لتعديل الدستور ببعض النقاط ولكن المادة هي المادة التالتة ولكن هون عبقول هيدا بده تأكيد من جهة مختصة أكتر لأنه إذا واحد بيقرأ الدستور كله ما في شي واضح إذا اعتبرنا أنه ها معاهدة دولية عم بيعادة لبنان مع دولة أخرى وعادي عم بين فيها رئيس الجمهورية أنه هي منها هيك هو بحاجة ليكون بالتعاون مع رئيس الحكومة ولكن المادة التالتة بتقول لا يجيز بأول مادة بحطه وان حدود لبنان ولكن كتير عام التحديد الدستوري لحدود لبنان منه ترسيم المادة التالتة بتقول لا يجيز تعديل حدود المناطق الإدارية إلى بموجب قانون نحن إذا اليوم عم نحكي بالشي البحري ما بتتعلق بهيد المادة فما بتكون عم تخالفها ولكن إذا عم نحكي ب الحدود البرية ادخال بعض المناطق إذا مش محددة بالحدود الإدارية للجنوب بلبنان قد تكون تحتاج ولكن مش هون أنا برأيي المشكلة لأنه فيها كمان تكون أصلا هي داخل أراضي اللبنانية وإسرائيلية محتلينها في مجالد أنه نحن نحدد الخط ما تحدث أي تعديل ساعة ما بتكون بحاجة لقانون بقى هون هون بتصير معقد القصة اللي مش معقد والواضح هو أنا برأيي هون المشكلة الأساسي اللي ينبلش لصرنا بهيدا الموقع أنه أصلا مفهمت أنا بأي إطار دستوري صار ملف التفاوض لاتفاقية الإطار قبل ما نبلش التفاوض найحدد نحن شو حدود هالتفاوض وان ببلش وان بينتقل بأي مراحل بأي تزامن هل تزامن أن نحكي بالحدود البحرية والبرية ولا ما نبلش بالبحرية ولا ما بدنا نحكي بالبرية التي كان بفاوض به الموضوع لسبب من الأسباب هو رئيس المجلس النيابي شو صفة رئيس المجلس النيابي بالهرمية الدستورية تكون عم بفاوض مع جهات خارجية هو اصلا خارج عن اي نص دستوري اما عرف دستوري بانه دايما الجهة التنفيذية الحكومة مع رئيس الجمهورية ولا بلا رئيس الجمهورية بتعمل هي وفد وبتكون هي مفاوضة تب منجيب رئيس المجلس النيابي اللي هي سلطة تشريعية رقابية منة تنفيذية لتحط اتفاقيات اطار هذا الشيء منه جديد على فكرة من 2008 هلأ لوصلوا لاتفاق الاطار ولكن من هيداك الوقت مكلف فيها رئيس المجلس النيابي اسوأ من هيك انه مكلف فيها رئيس المجلس النيابي ولكن من خلال هالاشكاليات اللي طلعت انه مين بده يشكل الوفد شو شكل الوفد هل نحن هون اذا حطينا مدنيين عم نخروح على تطبيع ولا مش عتطبيع هلأ يعني مش مناقشين بعد 12 سنة من بدء هالتفاوض على خطة الاطار اتفاق الاطار بعد مش مناقش مع حدا يعني رئيس المجلس النيابي اكيد بتناقش مع حسب الله ده الموضوع يعني اذا فيه له صفة ولو هي غير دستورية وما قالها قيمة طلع بالانوت دستور صفته انه هو وسيط بين الحزب والامريكيين طيب بس انه معقول بيتحول هالموضوع ورايحين اليوم على التفاوض نحن مش منسقين هول خطوات مع حدا قبل انه هادي البهدل الدولية يعني انه ليش ما بنشوفها من جهة الاسرائيلية لانه الجهة اللي كانت عم بتفاوض مع الامريكي اللي هو كان وسيط بين اتنين كانت عم بتنسق بين بعضها كدولة ضمن القطر اللي هن عندونيها يعني نحن مش معترفين فيهم دولة لانه هن كيان محتل لاراضي ولكن ها عم بتصرفوا كدولة تجاه الخارج بينما نحن اللي مفروض عنا دولة وما حدا بنازع بشرعيتها الا وظيفيا انه هي عم بتتبدد يعني بنوصد انه بتتحول هالقصة من عند رئيس المجلس النيابي لرئاسة الجمهورية وما في تنسيق بين اتنين بعدين بيعلق المشكل انت كيف بك تحطه ومي بك تحط فيها واي مستوى ديبلوماسي اما تمثيلي رح يكون فيها وشو معنات هيدا الشي كمان ما في تنسيق فيه بفهم كمان من تاني ميلي يعني من بعض ما صارت هال انعكاس اللا دولة بلبنان عنا انه كل واحد لقيت شغلي ما بتعرف لاش لقطة اصلا ليش هو عم بفاوض فيها بعدين بتتحول للشي اللي شكليا هو الدولة تجي بيختلفوا بين بعض رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رئيس الجمهورية بدي يحط فيها ناس من خبرة نفط يعني حاطت فيها وصامش باطل اللي هو بهيئة ادارة قطاع البترول يعني على اساس انه نحن المحلات اللي عم بيصير في عليها ترسيم لازم يكون فيها كمان معرفة تقنية عالية بشو التقديرات الاماكن الجغرافية اللي فيها معقول يكون فيها مخزين نفط جيد لواحد يعرف شو نية الطرف التاني اللي بوجي من التفاوض ليش بده ازيح يقطع هون ونشون بفهمها بس كل الالية المتبعة خارجي عن اي دستور وادا الشي بيخوف لانه ازا الجهة اللبنانية اللي عم بتفاوض مقلعة هاك موقع لبنان التفاوض بيضعف كتير تجيها اصلا الضغوط المتوقعين اي واحد عاقل بيتوقعها من الامريكي اللي مصالحه مع اسرائيل اكبر بكتير من مصالحه مع لبنان ومن الاسرائيل اللي هو كمان قدرته عاد تأثير على الموقف والقرار الامريكي اعلى بكتير من قدرة لبنان ومع هيدا المشهد كله بتجيك الواخد اللبناني بضمن هيدا الظروف السيسية وحتى بعصر اللبناني وهالغياب الدولة اللبناني لا يوحد يقول الا الله يستور بهاك جو عادة صعب يجي نتايج كتير مميزة من هالنقطة اللي هي فيها شي من الدستور ولكن هي كلها هيك عحفة الدستور بجري اريا منخلقها دايما من هون بالبلد ليكون في حرية حركة من روحة تاني نقطة اللي طرحها مبارح رئيس التيار وطنان حرجو بران بسيل بانه هو مع اول شي الطائف ودستور الطائف مش دستور الطائف هو مقتمر اجتمعوا فيه مجموعة عالم لينجو وراء راحت على المجلس النيابي وصار الدستور مش كل ما تم التداول فيه بالطائف صار دستور صار فيه تعديلات محددة بقي عنا هدا الشي اللي اسمه الدستور اللبناني هيدا الشي هون بيقول عنه شي منيح انه ايه هو دستور بس منه لقرآن ولانجيل فمنه منزل عظيم صحيح ولكن بيعمل اقتراح اقتراحين هكا هنا كانوا بعض عن بعض الحديث ولكن الاول انه بده يبعث على المجلس النيابي اقتراح لتعديل الدستور بقصة انه يصير في مدة لتشكيل الحكومة في مدة على رئيس الجمهورية مشبور فيها يجري استشارات نيبية هو حدده بشهر مبارح بحديثه وفي مهلة على رئيس الحكومة حدده كمان بشهر لتأليف الحكومة ظاهريا بيبين الحكي منطقي لانه فعليا انه كيف نقعد ما نعمل شي يعني فعليا انا برأي مش هون المشكل المشكل بمحال تاني ما خاصه بالدستور خاصه بمخالفة قصص النظام البرلماني بكل الدول كيف بيصير وقتا احنا نقرر بتعبير مثل الميثاقية اللي ذكرى باسيل بكلونتو على حفة كمان الحديث عن التعديلات الدستورية انه فيه شيء ميثاقي ها الميثاقية هي اختراعنا اللي هي بتجي على عكس كل مندرجات الدستور لا تجي تقول انه ما فيه اكترية بتحكم اقلية بتعارض لحد لدرجة صار معنا اصلا اكترية بالمجلس ان هي بإلا فيما يتعلق بالقضايا الخارجية لاحظوا ما فيه شيء اسم 8 قدارة لا يتفقوا مع بعض على شيء الا انه اقرب للمحور الايراني السوري و 14 اقرب للمحور السعودي الامريكاني اللي ما عرف لوين بمد بس على القضايا الداخلية هن كلهم مجحب يختلفوا بين بعض طيب نجي منقول انه ما عم تتشكل الحكومات طيب وقتا تجي تقول انه ما نتحش كل المجلس نيبي بالحكومة اللي هو يتناقض مع فكرة النظام البرلماني ليش عاملينه هده قالية لفض النزاعات سلميا انه تجي اكترية وبتحكم لولاية معينة بيرجع الناس بتحسبها بتجددها بتبقى اكترية بالمجلس اللي يالي الانتخابات يا ما الناس بقولوا لا نجي منتحش كل العالم بالحكومة تيصير في عنا شيء اسمه معارضة من داخل الحكومة هيده كمان بكل الاجتهادات الدستورية بالعالم اللي خاصة بيئة الانظمة الديمقراطية البرلمانية ما في شيء اسمه معارضة داخل الحكومة الحكومة هي اداة تنفيذية اللي فريق اخد اكترية شعبية عبر المجلس النيابي برنامجه اللي اخد على اساسه هالاكترية بده يروح ينافزوا بالحكومة مش نقعد نختلف من بعض كأنه هو المجلس النيابي حتى ممنوع نصوت بلبنان انتفاقات تبع الدوحة انه ما حدا بيصوت مجلس الوزراء بيصير ما بنقدر نشتغل الا على التوافق اذا جينا بهيدا الاطار كيف بتتشكل الحكومة بلبنان بيجي رئيس الجمهورية بيجري استشارات نيابية نتيجة مفروض تلزمه اذا سموله سعد الحريري بده يروح يكلف سعد الحريري اوكي بيجي بيقول رئيس الجمهورية هلا مؤخرا انه انا ما رح اجري الاستشارات الا ما اتفاوض مسبقا تنعرف شوالا وين رايحين احسن ما نجي كمان نجيب رئيس حكومة بس ما في اتفاق على شو جهي يعمل ويبقى عشرة شهر ليشكلها هي اصلا الفكرة هون غلط لانه انت لو في اكترية عم تجي تسمى حدا ما في زوم انت تتفاوض دخل رئيس الجمهورية بالتفاوض مع ميم مكان يكون لتشكيل الحكومة وشكل الحكومة اللي بده يجي الا من منطق انه الحكومة ما اصلا جايه بدا تكون نتيجة توافق كل الكتل بالمجلس حتى لو بدا تشارك ولا ما بدا تشارك فيها من منطق انه غير هاك بتعمل لها مشكل بالشارع طيب اده الابتزاز دايما ابتزاز بعضن البعض بالشارع يعني ناخد الناس رهيني لانه فينا نحولها لحرب اما لاشكالات امنية اما لاشكالات بالشارع و الا بدلك تحكي معنا لنشوف كيف تشكل الحكومة ساعات رئيس جمهورية عم بينقل موازين القوى من عند رئيس الحكومة لعنده شوي بهالطريقة بيكون عم بيقوي موقع التفاوض كرئيس جمهورية انه عم بياخر تشكيل الحكومة لهيد الفترة اللي هو في فاوض فيه اكتر من غيره لان هو بدي بلش الاستشارات من ثاني ماي لما تصارت الاستشارات و جبنا رئيس الحكومة كمان صار موقع رئيس الحكومة بالقوة التفاوضية مع بقية الكتلة من غيره لان فيها عدسين وما يشكل طيب يجي الحل انه تعطى نحط له شهر مع رئيس الجمهورية ما بتصور فيها مشكل لانه بعد ولا مرة على فئي انا هالقد تأخرت يعني ما عقود كنت اخرت شوي اكتر من هيك بس بشكل عام بتبلش الاستشارات بيظهر في الشهر وقت نحطها لرئيس الحكومة من دوم ما نغير شي بطبيعة النظام والمساقية وانه بدنا نضحج كل العالم بالحكومة وفي معارضة جواتها شو بنكون عم نعمل فعليا بنكون عم نضاعف موقع رئيس الحكومة التفاوضية عن تأليفها عن تشكيل هايدي الحكومة بتجيه بقية الاطراف ليش؟ لان ساعتها انا از عندي كتلة بالمجلس افضل شي بعمله بقعده وبقوله لك هايدي شروطي وبنطلوقت لا يقطع اذا بتخلص الشهر وما بتكون قلفت العوض باسلامتك نجيب واحد غيرك ساعتها نضاعف موقع التفاوض لا زعيم على زعيم من منطق العشير اللبنانية شو افضل حال لك؟ افضل حال نرجع على الممارسة الطبيعية للنظام الديمقراطي البرلماني وقت يكون فيه اكترية بده تحكم تجي بنتيجة الانتخابات النيبية هلا اكترية افتراد ما بتملق وضع مع 8 ادار بده نجيبه رئيس الحكومة من 8 ادار بده نجيبه حكومة 8 ادار هالحكومة وقت تصير اكترية عم تحكم ببطل في حاجة لهالنص الدستوري اصلا لان هو كل ما يضيع الوقت على حكومته عم بيقطع ولايته عم بيخسر من حاله لان هو الاكترية رح تشكل الحكومة ساعاته عنده مصلحة رئيس الحكومة والاكترية النيبية باسرع وقت ممكن يشكله حكومتهم هيدا بكل بساطة غير هايك رح نظلنا نلف وندور على خزاع بلات كل واحد رح يعتبره اخر نقطه قصة طرح رئيس التيار قصة الدولة المدنية اللي هيك بعده اولة بس طرح منا انه مجلس شيوخ اول شي حكي انه مشكلتنا مع الطاقف انه ارتضوا للطاقف لانه صار دستورنا بعض التعديلات يعني بس هني كانوا ضده ومشاكلنا كله اليوم من الطاقف غير صحيح الكلام الطاقف لم يطبق من سنة 92 بالحد الادنى يعني الطاقف ما هو حكي عن مجلس شيوخ صح كما الطاقف هو اللي بيذكر اول شي بمقدمته إلغاء الطاقفية السياسية هدف وطني يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية وكلنا بنعرف انه المادة 95 اجت اتحط انه بهال مرحلة يعني بالمرحلة الانتقالية بين وضعنا اليوم بلد قصة مني طاقفية لنخلص الحرب بس اول انتخابات نيبية مفروض تجرى على انتخابات لا طاقفة بها الاربع سنين الانتقاليات نمشي بنظام طاقفة لكن هذا خلافنا كمان هو الطاقفية بيحكي عن انشاء مجلس الشيوخ اللي كان طرحه الوزير باسيل مبارح حطيت عندي بس المواد المخالفة من الدستور لانه دستور الطاقف تقريبا لحكاية جبران باسيل ذاكره انه نعمل مجلس الشيوخ بتجتمع فيه الطوايف ومجلس النواب بيصير خارج القيدة الطائفة ومجلس الشيوخ بتكون عنده القضايا المصيرية المشكلة بيتخطي القوى السياسية للدستور وما قبل الدولة قدرت وارتضاء الاطراف السياسيين انه يجي جهة دستورية يعني اتفقوا هني عليها وقاليات اتفقوا هني عليها بشي اسمه دستور تفض النزاع بيناتهم وتكون فوقهم بيكونوا هني رؤوس لا تعلوا فوق القانون القانون بدي يكون فوق الكل هيا المشكلة اللي صارت هيا ما في ورقة دستورية بتحلها لانه اذا واحد بيتطلع بيئة الطائف مثلا شو البنود المخالفة فيها نمشي فيهم كتير عملت لهم انا جردي سريعة الطائف هو مية الدستور عفوا هو مية وبندان انشال منه بعض الطائف بالتعديلات صاروا واحدة وتسعين من الواحدة وتسعين تقريبا في تلتهم يعني بالتلاتين مخالفات صريحة كان للفقرات اللي خاصة بميليت الدولة كلها مخالفينها من الاثنانة وتمانين للمادة التسعين تسعة وتمانين نرجع انه ارض واحدة لكل اللبنانيين فلكل اللبناني الحق في الاقامة على اي جزء منها والتمتع في ذلك هذا وخلاف الطيار بلدية الحدد باتفاق عنه مع حزب الله والتضوع نفسهم ما قالوا الحق مخالفة لمؤدمة الدستور كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالمساواة بالحقوق المدنية وهذا ويتحملون فرائض الواجبات بكل بساطة في واحد بس يشوف الفرق بالتشريعات بين الزكور والقناس اي مساواة بين كل اللبنانيين ما راح امشي فيهم كلهم لانه كتير اكتار اللي فيهم مخالفات بس المادة 22 هي بتقول انه مع انتخاب اول مجلس نيابي على اساس وطني لا طائفي كانت بوقتها بزهنهم بال94 يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية طيب هيدا الشي هلق هون يجوز الجمع بين النيابة والوزارة اذا نقتى التيار حتى قدم انه هو بده يطرح انون لفصل النيابي عن الوزارة طبعا ما رجعه تمد اصلا ما فيه قدمه انون بده تعديل دستوري بده تلتاني المجلس النيابي يوفق عليه مش اكترية جوته اخر المواد هي المادة 95 اللي بتديرها المرحلة الانتقالية تشكيل هيئة وطنية مهمتها اقتراح تطرق الكفيلة بالغاء الطائفية وتقديمها لمجلس نواب والوزارة طبعا حكين كيف شكلها فيها رئيس جمهورية رئيس مجلس نواب وبعدين فيها مجموعة شخصيات اللي طابع وطني بس المهم انه بالمرحلة الانتقالية تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والامنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقا لمقتضايات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الاولى اللي بتبقى موزعة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين دون تخصيص اي وظيفة لاي طائفة مع التقييد بمبدأ اي الاقتصاص والكفاءة اذا هالمرحلة الانتقالية اللي بعدها جير لليون نظريا اذا عنا اعتمد انه بعض عنا دستور نحنا انتو اصلا مخال فينا بقى المشكلة ما انه بالدستور نفسه ما انه بالطائف يعني هلأ قاله الكنوتاسيون سياسية بانعكاسه على توازن قوة بالبلد وحبوه ولا محبوه بس دستورنا حكي اللي مبارح حكيهم رئيس تيار ما بده تعديل دستوري بس بده يراد السياسية واحد يخوط تحالفاته ع اساس انه انا بمشي بس مع اللي بيمشي بهو انا بخاصم انطلاقا من هو انا بعمل انتخابات نيابية وبشكل كتلة نيابية انطلاقا مين بيتفق اهو غير هاك بتكون فعليا للاستخدام السياسي شو يعني انا بجي بقول انه بدي قيد رئيسة حكومة ورئيسة جمهورية بمهلة شهر لا يعمل حكومة وشرحت هلأ كيف بتغير موازين القوة بين الطوايف بين الوزدوجان بجي هاك بغد نظر اذا انا موافق عليه ولا لا بوجهة نظره بجي بكبه بالمجلس نيبي اكيد راح تسقود الزواج المدني اكيد بيسقود العمل بمندرجات الطائف ما حدا بيقبل فيه هذا بده لوبينج بده تشكيل موازين قوة بده تعمل تحالفات على اساسه انتخابات على اساسه هتجي تفرضوا بحكم الامر الواقع اللي تغير نتيجة تغيير موازين القوة من هاك ته واحد يختم الدستور بلبنان اللي نحكى فيهم بهالقصتان بقصة الحدود وبقصة تعديل النظام اما اليات الحكم فيه على هاته 3 درجات كله خارج الموضوع لا اما حدا عم يطبقه من الاساس بنا نرجع على شي ما قبل الدولة نخلق موازين قوة بتجبر القوة السياسية يكونوا تحت سقف الانون وهون فيه عدة اقتراحات معه طمعاتهم بتعزيز صلاحيات المجلس السطوري من بعد تغيير كيفية تأليفه مش انه منتحاصصه لهو يصير المرجعية العليا اللي بتبط بين الخلافات انا ما بيقدر يشرع ما بيقدر يعمل امرسيم ولا ينفذ شيء ولكن متى احيلت قضية لهو البت النزاع الاخير بالدولة وشو ما قال يجب على الالتزام فيه مع تحديد شو العقوبات لانه مش قصة رأي غير هاك بنكون مزيدات سياسية واستعمال هول الاوراق باللعبة السياسية الداخلية لو واحد يزرق التاني ولا يقوص على التاني مش اكترا هك